ازاي كتب على الفيديو بتطبيق القب كت ده موضوع حلقتنا النهاردة فتابع معايا الفيديو للنهاي السلام عليكم اهلا بكم في قناة ياسمين عشور النهاردة كده هقولك ازاي نكتب على الفيديو في تطبيق القب كت فارد قبل ما نبدأ شرح النهاردة تعمل لايك للفيديو لو اول مرة تشوف قناتي تعمل لي اشتراك في القناة يلا بقينا نروح على تطبيق القط قد وكلنا عارفين تطبيق القب كت ده بقى من اشهر التطبيقات للمونتاج. تطبيق جميل جدا وسهل وسهل الاستخدام. وطبعا كلنا عارفينه. يلابنا نروح على التطبيق طيبtic ما عندوش التطبيق انا اضمنك تطبيق جمي جدا. فلو ما عندك تا Daniel تقدر تحمله من على متجر بلايي والتطبيق بدون اي علامات خالص وسهل الاستخدام. بنبدأ نفتح التطبيق مع بعضو لو lö molds باللغة الانجليزية تقدر ان انتوا تحاولوا باللغة العربية من علامة الترس اللي هنشوف قدام حضراتكم دلوقتي بنضغط عليها لما بنبدأ نضغط على علامة الترس بنلاقي اول حاجة هنصار لنا لغة التطبيق ونبدأ ان احنا نغير لغة التطبيق عادي جدا بنرجع كده وبعدين بنختار على حاجة اسمها مشروع جديد ونبدأ ان احنا نضغط عليه كده ونختار الفيديو اللي احنا عاوزين نكتب عليه اول صور برضو عادي ممكن انت تجمع او تجمع شوية صور وتكتب عليه وما فيش اي مشكلة هنا بيقولك الفيديوهات وهنا الصور وخلينا نبدأ بالفيديو وبنضغط على الفيديو من الدايرة اللي بتبقى فوق الفيديو وبعدين بيضغط على كلمة اضافة طبعا التطبيق تحس ملغبط شوية بس هو ما فيش في اي حاجة هو سهل اي لأول مرة حد يدخل على التطبيق فهو سهل محدش يقلق طبعا انا معايا الفيديو معايا اهو وظهر لك القيمة اللي تحت دي بابدأ اضغط على قيمة اسمها نص بتضغط عليها اهو بضغط على القيمة دي اسمها نص وهنا بيجيب لك شوية حاجات وانا بتضغط على اضافة نص بضغط عليها اضافة نص طبعا هنا هنقول لهم اه كيفية الكتابة على الفيديو اهو الكتابة على الفيديو تمام الشكل قدامنا هو الكتابة خلاص عندك هنا الخط تقدر ان انت تختار الخط بالضغط على الخط كده من فوق من هنا بيختفي الكيبورد معاك وتبدأ تضغط على الخط تختار اللغة يعني الخط شكله عامل ازاي تمام هنا اضافة خط هنا الانجليزية لو انت عايز تضيف اللغة انجليزية عادي زي ما حضرتكم شايفين اهو وهنا اضافة خط رايز تضيف خطوط تانية طيب خلينا بقى في الخطوط العادية هنا النمط لو ضغطنا عليها كده هنلاقي جايب لك عدة يعني آآ نمط زي ما انت شايفين اهو لو جينا نلاحز على الشاشة هنلاقي ان الكلام لونه بتغير معي طيب الحاجات بقى اللي فيها مربع تي مربعة دي بتبقى يعني تكتب فيه داخل مربع طيب لو انا عايزة الغيه بروح على الدايرة الاخيرة دي بضغط عليها انا كده بلغي اللي انا عملته تمام عندك كده بقى الاطار والظل والمسافة دي حاجة بقى ترجع لك انت انت بتبدأ ان انت تتحكم فيها من خلال الحاجات دي تبدأ تتحكم فيها على شكل كده بتاعتك عاوزها لو فيها توهو فيها ظل عايز تضيف لها اطار عايز تعملها مسافة مائل لغامق شوية فطبعا الالوان دي بقى انت براحتك تمام بتبدأ تضغط تضغط كده على النمط عايز النمط شكله عامل ازاي نمط الكتابة وخلاص هنا كلمة المؤثرات ولما بنضغط عليها بيديك التأثير اللي هو زي ما انتم شايفين كده بيغيرلك لون الكتابة للشكل الاوضح اكتر شايفين يعني بتقع الشكل مميز شوية كل ما بتضغط بيتغير معاك الشكل الكتابة انت بتختار الشكل المميز بالنسبة لك وبتضغط عليه انا تقريبا الشكل ده كويس ليه طيب هنا بقى لو انت عايز الوان متعددة لون اصفر انارة يعني شكل الالوان اللي انت الكتابة كيفية الكتابة اللي انت بتكتبها بتكون عاملة ازاي لها ظل كده زي ما حضراتكم شايفين كده اهو بتبدأ انت تختار شكل الكتابة بتاعتك هو مدي لك كل حاجة وانت بتبدأ تختار شكل الكتابة بتاعتك خلاص هنا التحريك التحريك دي بقى عندك بيتحرك خارج داخل عقدة عندك كل حاجة طيب هنا عندك الداخل لو جينا نلاحظ ان زي منت شايفين كده بيقول لك يعني بيظهر ازاي الكتابة طيب عايزة تظهر لو زودنا كده المسافة دي شايفين بيجي لك ببطء شونا شايفين خلنا نلاحظ كده فوق على الشاشة كل ما بزود بيجي لنا ازاي ازاي كتب على ازاي تمام انا الشكل ده كده تمام ازاي كتب هنا للخارج مناقش دعوة خلينا للداخل اول ما بتضغط وتكتب الكتابة وتفتح الفيديو بيظهر لك الشكل ده للخارج دي بقى للاخر خلص وانت بقى خلاصة الكتابة بتروح معايا الفيديو للخارج دي بتضغط عليها ويبدأ ان هو يخرج خلاص يعني تختفي معايا الكتابة تمام هنا فقاعة لو ضغطنا عليها كده بنلاقي ان تقدر انت تحطها في فقاعة في الفيديو لحدي اي شكل من الاشكال يعني عندك المشكل ده عندك المشكل ده اذا قدمت الاشكال ان الان اشكال دي والكتابة خلص Bird كل ما بعمل اي بشوف الحرفين اللي هو يعمل ن放ع ми خايفية الكتابة Fight الجنسediو بالفيديو أو كلمة الفيديو مش كاملة بنونا تحت هنا علىered وبعدين بنوناو على الكبورت ناخد مسافة اللي ان المسافة دي باخد عدد مدينة كده مزح جده تمام بقى deal w poem venc rope هنا بقى بضغط واختار الفقاعة اللي انا عايزها بتضغط على فقاعة تاني بتظهر معي وبيختفي الكبورد وبنضغط على الشكل اللي انا عاوزة تظهر به مثلا يعني انا بختار الاشكال اهو وعجبني الشكل ده خلاص وبضغط على علامة الصح دي نجي بقى نلاحظ ان هتيجي المدة معينة لو جدا هنشغل كده ازاي كتب على الفيديو بتطبيب هنجي المدة معينة وهتفصل معي لو انت عايزها المدة دي بس مش مشكلة مش عايزها المدة دي هتبدأ تسمعي الفيديو من خلال هنا وبتبدأ تسحب الكلمة الكلمة اللي هي دي وتسحبها نحية اليمين خلاص تسحبها نحية اليمين كده على قد بالضبط الفيديو بتاعك عشان ولا تبقى زيادة ولا تبقى نقصة ولا اي حاجة هنا عندك كلمة النهاية فبضغط عليها وبعمل لها حسب وانت كده كتبت على الفيديو بطريقة سهلة وبسيطة زي ما انت شايفين وبشكل يعني كويس تمام؟ هنا بقى بنبدأ نحن يعني نشوف كده الجودة بتاعتنا عندك سبعمائة وعشرين وعندك الف وتمانين ولو عادي يعني لو عندك عايزها ربعمائة وتمانين بس الافضل تبقى الف وتمانين وبنضغط على كلمة تحميل بنلاقي الفيديو فين بقى هنا بقولك جاري التصدير بنلاقي الفيديو في معرض الصور او الستوديو عندك على الموبايل لو نزلنا كده وروحنا على معرض الصور او الستوديو عندي على الموبايل بنضغط كده بلاقي ان الفيديو موجود عندي اهو بس كده عندك اي سؤال اوصف صار اكتب لي في التعليقات انا برد على كل التعليقات اشوفكو على خير الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته